200 سنة قبل الميلاد عند الأغريق والحياة حلوة وجميلة والناس مستمتعة بالأجواء والمروج الخضراء كان أكو واحد قاف الحابس روحها بالمختبر مالته وبحاير يريد يحسب مساحة الدائرة بما أن الدائرة عبارة عن أقواس كان حساب مساحتها مستحيل لأن إحنا نقدر نحسب مساحة الأشكال اللي تتكون من أضلع مثل المربع، المستطيل، الخماسي، السداسي وهكذا بس هاي الدائرة ما بها أي ضلع حالة حال العالم أرخاميدوس القافل قال أحسن شي نخلي بالدائرة شكل بيضلع بحيث يغطي أكبر جزء من مساحة الدائرة فخليه شكل سداسي وبالفعل الشكل غطى جزء كبير من الدائرة بس فقط أجزاء من الدائرة غير محسوبة بعدين نفكر أنه يخلي شكل 12 يعني بـ 12 ضلع وبالفعل قلت المساحة الغير محسوبة من الدائرة بعدين نخلي الشكل بـ 24 ضلع شاف المساحات الغير محسوبة تقريباً اختفت بس لما تتقرب أكثر على الحافة ما للدائرة تلقى المساحات الغير محسوبة موجودة وغير مختفية فاستنتج أنه إذا قدرنا نوجد شكل طول ضلعة صغير جداً بحيث يكون النقطة ممكن نحسب مساحة الدائرة بالضبط بما أنه كان يتعامل مع الأعداد الحقيقية وذا ما تعرف شنه يعني أعداد حقيقية يعني الأعداد اللي بيها فوارز مثل 0.1 أو 0.999 وهي الأعداد شكتما بيها شيء أصغر من شيء يعني إذا قل لك اكتب الأعداد الحقيقية بين 1 و 2 راح تكون النتيجة عدد لا نهائي من الأعداد بين 1 و 2 وورا تقريباً 2000 سنة من سالفة أرخاميدوس إجا واحد قافل ثاني وبدأ يشتغل على أن يحل هذا الإشكال الرياضي اللي تقريباً ما لحل القافل نيوتن سمى التعامل مع التفاضل والتكامل باسم التعامل مع المساحات الضيقة يعني مثل ما شفنا بسالفة الدائرة كل ما تقلل طول الضلع بالشكل داخل الدائرة راح تبقى مساحة من الدائرة غير محسوبة وطلع نيوتن معادلات وطلع مصطلح جديد اسمه الرقم اللانهائي وشان موضوع ممكن إشتغل بطويا بس مشيها العامل نيوتن وورا نيوتن إجا عالم أوقافه ثاني اسمه كوجي جاء بنا مفهوم جديد اسمه مفهوم الغاية أو الليمت هذا المفهوم صار أساس يعتمد عليه التفاضل والتكامل فأنت إذا افتهمت الغايات التفاضل والتكامل اعتبرها بالجيب بعدين طور العلم وصارت عندنا مفاهيم أخرى مثل خواص الأرقام والمتتابعات والمتتاليات وغيرها هواية من الأشياء اللي أحب أقلك إياه أنه أوروبا ورا اكتشاف التفاضل والتكامل شكل وقبل هذا الاكتشاف شكل أساس كل تطور اللي جاي نشوفه بالحضارة الغربية هو التفاضل والتكامل وأنت إذا تريد تصير مختص ناجح بحياتك سواء فيزياء كيميا ورياضيات هندسة طب لازم تفتهم التفاضل والتكامل ولازم تعرف أن السيارات والطيارات والصواريخ الفضائية وتفاعلات النموية داخل الشمس وتخصيب اليورانيوم كل هاي الأمور تحتمد على التفاضل والتكامل لا حتى المبايل اللي بإيدك سرعة انتقال بيانات تحتمد على التفاضل والتكامل حس المطلوب منك أنك تركز وتحضر أوراقك وإقلامك لأن راح ننطلق بيكم برحلة ممتعة جدا وإذا افتهمت الفكرة الأساسية مع الموضوع راح تعشق الرياضيات مثلي البس حزام الأمان واستعد للانطلاق